قرأ التحقيق في أهانة سوري شرطي نمساوي بيقول له هذا بلدي وليس بلدكم هل هناك تتطرف من نوع آخر استغلال السلطة أنا أعتقد ده يمكن برضو المجتمع بص بيفرز ايه وبيفرز ايه قراءة الخبر ده ازاي بعد ما أني كمان عشان في كان هناك تسجيلات أني السلطات النمساوية فتحت تحقيق بهذا الشأن يعني بصراحة سازم دوح هذا الخبر صراحة مزعج كل فترة وفترة لازم نسمع شيء من هذا الكلام ولكن عندما يصدر هذا الخطاب هذا الخطاب الكراهية من سلطة الدولة اللاهيتي هي موثلة بالشرطة النمساوية يعني شيء شيء مؤسف جدا يعني بصراحة أنا بيسعدني جدا يعني أنا أهنئ الشاب السوري الذي فعلا تجرأ على رفع دعوة ويوجد محامي يتابع هذه القضية وتم التشكي للجهة المسؤولة عن شكاوي الشرطة التي أنشأتها وزارة الداخلية قبل شهرين تقريبا يعني خاصة تابع لوزارة الداخلية ونظمة العفو الدولية وأيضا من وزارة العدل يعني إلى حد ما تكتسب هامش كبير من خلينا نقول الأهمية الأهمية والرقابة والرقابة والحيادية يعني إلى حد ما فأتمنى أن تستطيع هذه الجهات فعلا التحقيق مع هذه النوعية من العناصر يعني لماذا شرطي لماذا شرطي أنت مش شو شغلتك أنت يا شرطي لحتى تتفلسف وتقول هيك كلام أنت شغلتك تحافظ على الأمن شغلتك تشوف الشخص هويته صحيحة غير صحيحة ماشي صح كان بمروه بسيارة أو بإيش لكن على الكناة بالآخر نطالب برضو اللي بيتقدم لمثل هذه الحالات للتفتيش أن يمتسل للتفتيش طالما هو ما عندوش أي مشكلة هم الشابين الشابين السوريين مارين على ما يبدو بصدفة بمكان يخضع للتفتيش فعلا يبدو صار مشاد ما صار شيء معين ولكن السوري قال يوجد فيديو مسجل وهذا هاي أنا أحيي كل شخص بصراحة بصير عنده أي موقف هذا السلاح اليوم السلاح اليوم هو الهاتف السلاح اليوم هو الكاميرا اليوم الكاميرا والتوثيق هي من يدافع أداة الردع أبدا أداة الردع هذه الأشكال وهذه التصرفات المسيئة فهذا الشاب عنده فيديو مسجل وحتما هذا الفيديو سيخدع للرقابة سيخدع للتنحيص والتفصيل وبناء على ذلك سيصدر الحكم الذي فعلا مدان وأحيي الشاب السوري الذي تجرأ على التشكي على هذا الشرطي وأدعوه وأتمنى إذا كان عم بيسمعنا أو إذا حدا بيقدر يوصلنا معه أنه ندعوه حتى إحنا نجري معه لقاء وحوار يحكي لنا تفاصيل هذه الحادثة طبعا الدعوة موجهة لي ممكن يتوصل معنا ويقدم شهادته عندنا هنا ويشرح للناس عن الموضوع إزاي تم بالزبط أهلا موسيقى